اشتركوا في القناة في المية النهاردة هنعمل زي مصك كده للبشرة بمكونات موجودة في البيت عندنا بتكون المصك ده من نشا وزبادي وبطاطس مسلوقة بس كده هي دي مكونات المصك نتيجته ممتازة جدا فوق الرائعة ان شاء الله تجربي المصك ويعجبك جدا عشان بقى نحضر المصك محتاجين انا خدت نص البطاطسية بس حبت البطاطس خدت نصها هبتدي اهرسها كويس جدا بالشوكة طبعا البطاطس مستوية يعني انت سلقاها مستوية 100% عشان تبقى سهلا انك تهرسيها ومعايا كمان معلقتين صغيرين من الزبادي ومعلقتين صغيرين من النشا هحط النشا وبعد كده هضيف الزبادي واخلطهم بقى كويس جدا اه مع بعض لحد ما يسبح اندي اه خليط كريمي كده هتعودي بقى اه تخلطيهم كويس لمدة 3 دقايق لحد ما البطاطس اه تتهرس خالص والزبادي والنشا كله يتجانس مع بعضه وبعد كده هتبتزي بقى يا سبتي اه تخسلي ايديك الاول وبعدين تخذي منها كمية كده نقول معلقة وتحطيها على اه بشرتك اه انا دلوقتي طبعا هجربها على قدية اه انتي هتحطي بقى منها معلقة كده كمية الكمية اللي انا عمليها دي انا هستخدمها كلها على بشرتي مرة واحدة فانا محطتش كمية كبيرة اه فزي ما قلتلك هحط معلقة بس واحدة كده على قدية وابتزي اه 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 افرقها بشكل دائري لمدة 3 دقايق وهسيب المسك دوة اه على بشرتي لمدة ربع ساعة وبعد كده اه هبتزي افرقه تاني بعد طبعا الربع ساعة المسك بيكون اه نشف خالص على بشرتنا فهيبقى سهل انك انتي اه تفرقي كده فهينزل من على بشرتك طبعا هنا انا ما سبتوش بصراحة اه ربع ساعة انا سبته اه تمن دقايق بس عشان ما كانش عندي وقت اه فطبعا انتي لما تسبيه ربع ساعة هيجيب نتيجة فعالة اه اقسم بالله المسك ده انا مجربها قبل كده اه حلو جدا وبيجيب نتيجة فعالة من اول مرة بتستخدمي فيها اه طبعا لو عايزة نتيجة اه كويسة جدا انتي بتستخدميه طلب مرات اه في الاسبوع طبعا ممكن تحطيه تحت عينك امن جدا ما فوش اي مشكلة بس طبعا تخلي بالك ما يدخلش جوه عنيكي لكن هو ما فوش اي مشكلة اه هتفرقي زي ما قلتلك كويس جدا وبعد كده تخسلي ايديك بالمية مية بس وبعد كده هتشوفي الفرق واضح جدا اه من اول مرة هتستخدمي المسك ده اه مسك حلو جدا والمكونات بتاعته موجودة في البيت ان شاء الله اه تجربيه ويعجبك وانتظري اه مزيد من الوصفات الطبيعية اه ووصفات الشعر والضوافر ان شاء الله اه قريبا اه وما تنسيش بقع لايك وشير واشتراك للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة